الناس بقى اللي بتحيش ان الواقع هو الاحداث بيوسبهم تمن مصايب لازم نتكلم عنها ممكن تقول عليهم تمن مصايب او تمن مشكلات الناس بتقع بقى في ايه اول حاجة اللي شايف ان الحقيقة هي الواقع وان ما فيش مفر من الواقع وان نهاية كل حاجة هي الواقع اللي احنا بنشوفه اول حاجة بتصيبه الكمية يعني ايه الكمية الشخص اللي بيقول انا واقعي هو شخص كمي بيشوف الحياة مقفولة على الماضي ولانه عنده تجربة سوداء بيشوف ان الحياة كابوس حصل في الماضي ومستمر ان اللي حصل في الماضي من خبرات هي حبساني وسجناني فيها ومقدرش تجوزها لكن الخبرات في المعنى الصحيح لما تكون عايش بالحقيقة الخبرة معناها شيء بتتعلمه في الماضي ويفتح لك باب تقدر تمشي به في المستقبل لكن الخبرة اللي بتغلق عليك وتحبسك في الماضي ما بتبقاش خبرة بتبقى والعازو بالله كابوس الخبرة هي اللي انت تتعلمه ويفتح لك الطريق للمستقبل عشان كده ما ينفعش نقول لي الاحداث دي همراها مع تمر والظلم ده مش هيزول الله سبحانه وتعالى يقلبوا الليلة والنهار ان في ذلك العبرة ليقولي الابصار يما تقولش الكلام ده لا كل اشياء دي تتغير يبقى اول مشكلة ومصيبة بتحصل للشخص اللي بيعيش ان الواقع والحقيقة وان الاحداث دي بسوادها مشان يقدر نخرج منها ان هو بيبقى كمي ما يقدرش يفكر خارج الكم